بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته البيان الشيئي الجديد بقلم أحمد الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم أن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب هود ثمانية وثمانين صدق الله العلي العظيم لقد آنى للمسلمين أن يتحدوا ويتحرروا من خلافات الماضي وأن ينهضوا جميعا لبناء حاضرهم ومستقبلهم على أسس جديدة من العدل والشورى والألم والإيمان فإن الصراعات التاريخية المشحونة بالظلم والاستبداد والجهل قد مزقت المسلمين إلى طوائف متناحرة وولدت نظريات ما أنزل الله بها من السلطان ورغم أن المسلمين قد تجاوزوا كثيرا من صراعات الماضي إلا أنهم مع الأسف الشديد لا يزالون يعيشون بعض آثارها السلبية إلى اليوم وهذا ما يدفعنا إلى إعادة النظر في التراث الطائفي وقراءة مذهب أهل البيت قراءة جديدة بعيدة عن النظريات الدخيلة المغالية والمتطرفة أملا ببدء عهد جديد من الأخوة والمحبة والوحدة الإسلامية القائمة على التمسك بالقرآن الكريم الذي يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويقول وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون صدق الله العلي العظيم إن الخلاف الطائفي الشيعي السني خلاف سياسي تاريخي كان يدور حول شكل النظام الدستوري للمسلمين وفيما إذا كان شوريا يقوم على الشورى يعني أم ملكيا وراثيا أم عسكريا ودينيا أم مدنيا وفي هذه العائلة أو تلك وقد تطور ذلك الخلاف في العصور الوسطى وفي ظل الأنظمة الدكتاتورية المستبدة إلى خلاف فقهي ديني وعاطفي وقد تجاوزه الزمن وفقد مبرر وجوده اليوم بعد حدوث تطورات هائلة في حياة المسلمين ولم يبق منه سوى بعض الرواسب والمخلفات البسيطة التي لا تشكل مادة جدية للخلاف فضلا عن التناحر بين المسلمين وهو على أي حال ليس خلافا عقديا جذريا ولا خالدا إلى يوم القيامة بل آن له أن يدفن في مقابر التاريخ أن الخلافات الطائفية لا تتعلق بمبادئ الدين الثابتة أو ضروريات الإسلام وذلك لأن الإنسان المسلم ملزم بالعقيدة الإسلامية الواردة في القرآن الكريم وفيما عدا ذلك فإن كل شيء ظني واجتهادي ومختلف فيه وفي الوقت الذي توجد في الدين قواعد لا يجوز أن يختلف عليها إثنان توجد اجتهادات ظنية لا يجوز أن تكون سببا للاختلاف بين إثنين وإنما هي مدعاة للحوار والنقاش ومن تلك الأمور الخلاف بين الشيحة والسنة الذي لا يدور حول القواعد الثابتة وإنما يتعلق بالقضايا الاجتهادية القائمة على أساس التأويلات والروايات الظنية ومن هنا لا نعتقد بوجود ثوابث أو ضروريات في المذاهب إذ لا توجد نسخة واحدة رسالة بسمية متكاملة لكل مذهب وقد كانت بعض المذاهب أرضة للزيادة والنقصان والآراء الفردية والاجتهادات الظنية وتسرب الخرافات والأساطير إليها ولا يوجد أحد اليوم ملزم بتبني جميع الآراء التي كتبها الرجال السابقون بالجملة في مختلف الأبواب العقدية والفقهية والتاريخية وإنما هو حر بانتقاء ما يريد وتؤكد ذلك مسيرة النقد والإصلاح المتواصلة منذ القرون الأولى ووجود تيارات عديدة للتشيع والتسنن تتراوح بين الاعتدال والتطرف والغلو والدعاء كل تيار أنه يمثل التشيع أو مذهب أهل البيت أو سنة صحيحة ومن هنا كان أئمة أهل البيت يدعون إلى عدم قبول كل ما يروى عنهم أو ينسب إليهم وعرضه على كتاب الله والنظر فيه ورفضه إذا كان مخالفاً للكتاب وبناء على ذلك نعتقد أن مذهب أهل البيت لم يكن يختلف عن الإسلام في شيء وأن الاختلاف الظاهر عليه الآن هذا طارئ وحادث بسبب الغلات الذين أدخلوا كثيراً من أفكارهم في تراث أهل البيت حتى خيل لبعض الناس أن ما أدخلوه من نظريات باطلة هي من صلب مذهب أهل البيت وإنها أصبحت من الثوابت والضرورات والمسلمات وهي ليست كذلك وقد انعكست تلك النظريات المغالية الباطلة على علاقة الشيعة الداخلية والخارجية فأدت إلى نشوء الاستبداد الداخلي باسم الدين وإلى حدوث التوتر والصراع مع أهل السنة مع عامة المسلمين كما انعكست بعض النظريات السياسية السنية الاستبدادية سلباً على علاقتهم ببقية المسلمين وهذا ما يدفعنا إلى مراجعة تراث أهل البيت والتحقيق فيه فوجدناه فكراً إسلامياً حراً صافياً وحدوياً معقولاً ووجدنا إلى جانبه أو تحت طياته فكراً أسطورياً مشوباً سلبياً منسوباً لهم بصورة تعسفية تحت دعوى التقية رغم تناقضه مع أقوال الأئمة وسيرتهم ولدى دراستنا لتطور الفكر السياسي الشيعي عبر التاريخ وجدنا أنه تخلص من الكثير من الأفكار الداخيلة المغالية وتحرر منها حتى كاد يسبق بعض أهل السنة في ممارسة الاجتهاد واستعمال العقل والالتزام بالحرية والشورى بحيث لم يبقى من الخلافات التاريخية إلا أزمها وبعض الرواسب البسيطة من الأفكار الداخيلة وفي الوقت الذي نهيب فيه بجميع المسلمين من كل المذاهب بمراجعة تراثهم والقيام بنقده وتهديبه وتشذيبه والعودة للقرآن الكريم والسنة النبوية والعقل السليم فإنه يسرنا التعبير عن خلاصة أفكارنا المبنية على قراءتنا المعمقة لتراث أهل البيت بعيدا عن نظريات الغلاة والمتطرفين والتي ربما تشكل ملامح جير جديد من المسلمين الذين خرجوا من قوقعة الطائفية إلى رحاب الإسلام الواسعة واكتفوا باسم المسلمين الذي يسمىهم به أبونا إبراهيم عليه السلام كما في آية 78 من شورة الحج وتخلوا عن الهويات الطائفية السنية والشيعية ونوجز عقيدتنا بما يلي في خمسين نقطة واحد نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله اثنين نؤمن بالله وباليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين جميعا ثلاثة نلتزم بالإسلام عقيدة ومنهاجا وقيما وعبادات وأحكاما وأخلاقا أربعة نؤمن بخاتمية نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله كما جاء في القرآن الكريم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليمة الأحزاب آية 30 وأن الرسالة الإسلامية قد ختمت بمحمد صلى الله عليه وآله كما أن الوحية قد انقطع من بعده وأن الناس مكلفون باتباع القرآن والسنة الصحيحة والعقل السليم خمسة نؤكد على سلامة القرآن الكريم من التحريف والتلاعب والزيادة والنقصان وأن الله تعالى قد تكفل بحفظه حيث قال إننا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون الحجر آية 9 وأن كل ما قيل أو ورد في الكتب الغابرة هي أحاديث ضعيفة وضعها الغلاد في تراث أهل البيت وقد قام علماء الشيعة عبر التاريخ بنقد تلك الأحاديث والتبرؤ منها ونأسف لاستمرار بعض خصوم الشيعة بترديد أسطورة تحريف القرآن والتهام الشيعة بها عبر التاريخ واستعمال هذه التهمة أداة لضربهم واتهامهم بالكفر وانحراف العقيدة والعياذ بالله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر